ظهور يصير الجدل في المملكة العربية السعودية بظهور الأمير فهد بن جلوي تحت جهاز التنفسات تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم أصار الأمير السعودي فهد بن مساعد بن جلوي مخاوف متابعيه حول إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرزاز المساعد على التنفس للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ذلك ونشر الأمير الشاب الفيديو على حسابه في موقع تويتر مكتفيا بتعليق قصير قال فيه الحمد لله دائما وأبدا بينما يظهر في الفيديو القصير البخار الصادر عن الجهاز يحيط برأس الأمير ومن المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد إذ يستخدم مرضى الرب وجهاز الإرزاز ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائي في الرأتين وتحسين التنفس لكن الفيديو حقق نسبة مشاهدة كبيرة فور نشره بينما نهيلة التعليقات والتمنيات بالشفاء العجل للأمير اسمه بالكامل الأمير فهد بن مساعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آلي صعود حيث يمثل فرع آلي جلوي واحد من فروع أسرة آلي صعود التي تحكم المملكة العربية السعودية وإليكم آخر تويتر قام الأمير فهد بن مساعد بن جلوي بنشرها عبر تويتر سيذكر التاريخ أنه عندما مارست أوروبا طب الحروب كانت المملكة العربية السعودية تمارس طب القلوب والإنسانية بدون تمييز بين كبير وصغير معطن ومقيم بل وحتى مخالف نظام الإقامة ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الصمرات عندما قام الأمير بنشر فيديو له وهو تحت جهاز التنفس لم يقوم بتوجيح لماذا يفعل ذلك وهو مصاب أمله فقد انهالت عليه التعليقات والتمنيات بالشفاء العجل وبعض الوصفات الشعبية لأتخلص من المرض ولما تقوم أي جهة رسمية بإصدار أي بيان ينفي أو يؤكد إصابة الأمير فلما يقوم الأمير فهد بن مساعد بن جلوي عندما قام بنشر هذا الفيديو ما كتب إلا الحمد لله دائما وأبدا ولما يوضح السبب في ذلك لكن الكثير من التكهنات قالت بأنه أصابة بفيروس كورونا المستجد فقد ارتفعت عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حتى يوم الأسنين إلى 1453 حالة وتعافت منها 115 حالة فقط لحد الآن وتوفات سمانية أشخاص ولما يتم الإعلان عن هوي يتهم أو حتى جنس يتهم ترجمة نانسي قنقر